احكينا بقى عن شغفك في تعلم البزنس ودخولك مجال العمل اللي كان فيه الموظفات بتعدوا فيه على الصوابع وإزاي قدمت تحفظي على ثوابتك الثوابتك والقيمك الشخصية والعملية رغم التحدي الواضح اللي في بيئة العمل سؤالك يعني جميل جدا أنا دخلت عالم البزنس بعد دراستي الجامعية دراستي الجامعية الأولى كانت شوية نصف طبية ونصف إدارية وكنت متخيلة نفسي طول فترة الدراسة الجامعية أن أنا راح أنضم لمستشفى أكيد مية بالمية وأن هذا الشيء اللي راح يكون مستقبلي المهني بس بعد فترة التدريب في المستشفى اللي هي كانت أربع شهور لقيت أني كشخص قد أكون نوعا ما عاطفية وكان عمري صغير برضو في ذاك الوقت كان صعب بالنسبة لي أداء مهام تتعلق بأنه أنا أعرف تفاصيل عن حياة مرضى وأشوفهم كل يوم وأشوف معاناتهم فلقيت أنه لا ممكن أنا أركز على الجزء الإداري وأنضم في شركة وأبدع فيها أكثر لأنه الجانب العاطفي فيها ما راح يكون سترس أو ما راح يكون ضغط بالنسبة لي فانضميت لشركة عائلية وكان الشاغر وقتها في قسم تطوير الأعمال ولقيت نفسي يعني شاطرة وشغوفة ومبسوطة فيه وكبرت من هناك يعني ظليت أتنقل من قسم لقسم وأشوف أكسبيريينس الثانية لكن أنت سألتيني عن كيف قدرت أحافظ على أيوة عندك قيم وشغف فكيف بدرت تتحافظ عليهم يعني نظرا كمان لأن الوضع نفسه كان مختلف شوي يعني فكرة أن أنت تقريبا من البنات القليلات اللي بيشتغلوا في هذا المجال كان عندي مبدأ بسيط وسهل أي شيء ما راح يخليني مبسوطة ما راح يخليني سعيدة ما راح يخليني أرجع البيت وأكون مرتاحة وأنام وأنام مرتاحة ما أسوي أو ما أكمل فيه أو أنسحب منه لأنه ما في شيء يستاهل أن الإنسان يعيش بقلق عشانه أو يعيش مش سعيد باختصار يعني إحنا عايشين حياة مرة وحدة فلازم نبحث عن السعادة وعن الراحة مش معناته أنه أنا من أول ما طب أستسلم أو من أول مشكلة أنسحب بس السعادة في العمل والرضا عن النفس جدا عامل مهم جميل جدا طيب لقيت فين دفي الشغل بالضبط يعني هل قدرت تتلاقيه في مكان محدد ولا كنت بتلاقيه في أي مكان تشتغل فيه طالما أن أنت راضية عن اللي بيحصل مثلا أو عن طريق الشغل أو عن أدائك في العمل أو لقيت نفسك في المكان ده بالضبط ألقى دائما في الأشياء اللي أقدر ألاقي فيها الكونيكشن أو التواصل مع البشر يعني ريسنتلي الإفنس لقيت فيها سعادة ما توصف طبعا أنا كنت دائما أعمل إفنس كجزء جانبي من شغلي أو أشارك فيها أو أتطوع فيها والسنة الماضية سنة 2019 لا أسويتها كبارت من وظيفتي ومهنتي ولقيت فيها سعادة فعلا كبيرة لأنه أنت جلسة تبسطي ناس كثيرة وجلسة تعلمي ناس كثيرة وجلست فيدي ناس كثيرة فأي عمل بالنسبة لي في رابط إنساني أو في رابط مع البشر بلاقي فيه السعادة دائما جميل جدن